اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود بالقوس في منزلة البلدة لغاية ساعات المساء وهي المنزل الجيد للثبات والربح والسلامة اليوم لانه اغلب اليوم رح يكون القمر بالقوس منشعر بالابتهاج ومنجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية ومن ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة لزوايا الفلكية من بعد الحلقة في زاوية ذكرناها بالامس ومنذكرها اليوم لانه هاي رح تيجي في ساعات المساء زاوية تربيع سلبية بين القمر ونيبتر رح تكون في تمام الساعة 11 و42 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد على مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعديها وهي اخر زاوية هي زاوية التثليف ايجابية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 11 و59 دقيقة بعد الظهر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة لخلو المسار رح يبدأ طبعا من الساعة 11 و59 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 35 و36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ومعروف انه لما بدو ينتقل القمر من برج لاخر ما بيشكل زاوية فعشان هيك منسميها فترة خلو المسار وفترة خلو المسار هاي لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبيشمل هاد جميع الابراج جميع الموليد دون استثناء اما بالنسبة طبعا لانتقال القمر رح يصير زي ما حكينا الساعة 35 و36 دقيقة اللي هي فترة خلو المسار بكون القمر دخل على الجدي ودخل على منزلة سعد الذابح وهاي ممتازة للعلاج ويعني ممكن يصير فيها اشي لو علاقة بالفراق او الخلاص او الحرية بعديها طبعا في زاوية رح تتشكل هي زاوية تتليثة ايجابية رح تكون بين الزهرة ونمتن رح تكون في تمام الساعة 9 و12 دقيقة مساء تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لنا يعني زي ما شفتوا انه في عنا زاوية ايجابية احنا اليوم ولكن الكواكب منتحسة وخلينا يعني رح اشرح انا بس نوصل لمزاج الكواكب شو سبب الانتحاسة للكواكب اما بالنسبة للقمر بما انه رح يكون في الجدي معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 29 ثمانية رح يكون في تمام الساعة 7 ونص مساء وحتى اليوم التالي اللي هو يوم 30 ثمانية يعني اول ساعات بتيجي بعد منتصف الليل او اول دقائق فعشان هيك الساعة 12 و39 دقيقة بتوقيت جرينيش اللي هو من يوم 30 ثمانية بيصير عندنا اللي هو بتوقيت الاردن بساعات الفجر بيصير القمر انه انتقل لبرج الدلو اما بالنسبة لعمر القمر القمر الاحدب تسع ايام في تمام الساعة 12 و3 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيش بيصير عشر ايام نسبة الاضاءة 70 في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم وبتكن تركزوا معي مزبوط في هاي الامور لانه هاي هي اللي بتحدد التوقعات الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة المزاج سعيد جدا طبعا لانه اول اشي الشمس وهي موجودة في العذراء عامل زاويتين او ثلاث زوايا اول يعني زاوية مع اورانوس زاوية مع المريخ اللي هو تتليث وزاوية راح تكون برضو مع القمر في اول دخوله للجدي فعشان هيك نقدر نصنفها انه سعيد جدا اما بالنسبة للقمر القمر في القوس وفي الجدي صحيح انه في الجدي يعني وباله يعني بالمفروض انه يكون منتحس ولكن اليوم الغريب راح يكون سعيد برضو بنسبة عالية جدا بتصل لتقريبا نحكي 50 في المية سبب السعادة انه القمر لما بيكون داخل على الجدي راح يشكل زاويتين برضو تثليث زاوية التثليث مع الشمس زي ما حكينا وزاوية التثليث راح تكون برضو مع القمر الاسود ومع المريخ اما بالنسبة للعطارد عطارد في العذراء حتى يوم 5-9 برضو مزاجه سعيد ونسبة ساعته راح تصل تقريبا بحدود 60 في المية يعني بين 50 و60 في المية خلال هذا اليوم والسبب برضو انها هي راح تشكل زاوية التثليث مع القمر وبرضو في زاوية زاوية راح تشكل عفوا زاوية التثليث تاعت عطارد راح تكون مع الكواكب اللي موجودة بالجدي يعني راح تكون مع المشتري تقريبا اولها وبعدين راح تصير مع بلوتو ومع زهرة صحيح بتراجعه ولكن هاي بتعطيه فرصة لسعادة الكوكب وبرضو راح يشكل زاوية التثليث ثانية راح تكون بينه وبين اورانوس اما بالنسبة للزهرة صحيح انه في زاوية بطيئة وزاوية البطيئة هاي ايجابية زي ما حكينا اللي هي راح تتشكل مع نبتون ولكن نبتون بتراجع فهاي يعني شوي الزاوية ما بتعطيه القوة الكامل اللي لقلو وبرضو الزهرة نفسه بشكل زاوية التثليث برضو بتيجي معه طارد المشكلة في الزهرة في مكانها بشكل ثلاث زوايا تقابل مع الكواكب اللي موجودة اللي هي المشتري وبلوتو وزحل اللي بيتراجعوا بالجديد وبشكل برضو زاوية تربيع بتيجي مع المريخ فعشان هيك نسبة الحضوض بتاعته بتنزل وبصير منتحس بطبعه مش سعيد بطبعه فعشان هيك بيعطي مشاكل بعكس ما بيعطي نوع من انواع الحضوض اما بالنسبة للمريخ في الحمل لغاية يوم تسعة تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع الان ببلش يبطأ بحركته يوم خمسة تسعة ببلش يبطأ اكثر بتبلش اثار التراجع توضح على جميع الابراج يوم ستة تسعة الاعراض الكاملة للتراجع بتبلش واضحة بقوتها الكامل لانه دائما قبل الانتقال او عند بداية التراجع قبلها بثلاث ايام اربع ايام بتبلش اثار السلبية الان احنا في اليوم بما انه المريخ اليوم بشكل عندي انا اكثر من زاوية اول اشي زوايا التربيع مع الكواكب اللي موجودة بالجدي هاي يعني سلبية لحالها الزاوية تاعت وبرضو التربيع اللي بشكلها مع الزهرة هاي برضو زاوية سلبية ورغم انه بشكل زوايا برضو زوايا التثليث زي ما حكينا مع الشمس وزاوية التثليث مع القمر بيخلي مزاجه متقلب فعشان هيك اكثر ناس رح يعانوا من تقلب مزاج المريخ اللي هم موليد العشرية الثالثة من موليد برج الحمل هدولة رح يود يعني الوضع عندهم سيء جدا لانه مش قادرين يفهموا ايش اللي قاعد بصير ايش الاحداث اللي قاعد بتصير معهم ايش التقلبات اللي بتصير بشكل عنيف جدا ما بين ايجابية وما بين سلبية وتقلب بالمزاج عالي جدا وخصوصا على مستوى بيت الشخصية وبيت حديد الطبع اما بالنسبة للمشتري المشتري بيتراجع هو بطبيعته بيتراجع وهو في مكان مش مناسب لالو وبمشكل زوايا برضو المقابلة حكينا مع الزهرة وزوايا التربيع وبيتراجع يعني منتحس فعشان هيك منعطيه بدرجة الانتحاس تبعته ما بين عشرة لتناعش في المية والمريخ برضو نفس الدرجة زحل نفس الشي لانه بنفس مكان المشتري نعطيه برضو منتحس المشتري زي ما حكينا في الجدي بيتراجع لغاية يوم اتناعش تسعة يعني ما ضللوش اكم يعني تقريبا لنصف الشهر وخلص انتهى بنتهي عملية التراجع وبعدين بصير حركته سريعة فهو منتحس زحل في الجدي بيتراجع لغاية تسعة وعشرين تسعة يعني في شهر تسعة في احداث كثيرة رح تصير على فكرة برضو مزاجه منتحس اورانوس في الثور زي ما حكينا بيتراجع وبرضو بشكل زوايا ولكن هاي الزوايا ايجابية بتقلل من حديته وبما انه زوايا انها رح تكون تثليث رح تيجي مع الشمس وتثليث مع عطارد وتثليث برضو مع المشتري فهاي بتعطيه نوع من انواع التقلب بالمزاج او بتخفف من حديته فبنقدر نعطيه نوع من انواع السلبية البسيطة اما بالنسبة الى نبتن نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداث انا بصنفه بمزاج ممتزج ليش؟ لانه هو ما عنده غير زاوية سلبية واحدة غير التراجع زاوية السلبية التقابل ما بينه وبين عطارد وعنده زاويتين اللي هنا بتتشكل زاوية تثليث ما بينه وبين الكواكب اللي موجودة وخصوصا المشتري وما وبلوتو اللي موجودات بالجدي وزاوية تثليث برضو بتيجي مع الزهرة فهاي بتخفف من حديته اكثر يعني بشعروا فيها برضو موليد بداية العشرية الثالثة هم اكثر ناس رح يشعروا بهذه التقلبات اما بالنسبة لبلوتو بلوتو في الجدي برضو بيتراجع حتى يوم اربعة عشرة مزاجه برضو منتحس لانه زي ما حكينا انه هو بشكل زاوية التقابل مع الزهرة وبشكل زاوية التربيع مع المريخ وبيتراجع بطبيعته فعندها هيك احداث كاملة يعني ليش شو سبب انتحاسة الكواكب يعني انتحاسة الزهرة مريخ مشتري زحل اورانوس نبتون بلوتو هذولا كلها منتحسة يعني ما عندي بعتمد انا غير على ثلاث كواكب سعيدي بس عشان انا اعطي فيها اخبار ايجابية اللي هي الشمس والقمر وعطارد فعشان هيك عادي جدا كنت تسمعوا اخبار ممكن تكون محبطة ولكن برضو ممكن تحدث بعض المفاجآت لانه هاي ممكن تركز نحوستها على عشريات معينة اللي هي احنا منسميها سبع درجات بتدنقسم ما بين او اربع درجات ما قبل واربع درجات ما بعد فعشان هيك مش كل البرج بكون عليه نفس الاثار السلبية يعني اورانوس مثلا موجود بالعشرية الاولى على درجة العشرية نحكي على درجة مثلا 11 او 12 وهو بيتراجع فتأثيراته راح تيجي تأخذ من اول اللي هي تاني خامس الخمسية احنا منسميها من العشرية الاولى اللي هي خامس مولود لغاية 15 هدولا هم اكثر ناس بدهم يتأثروا نيبتون باخذ العشرية على العشرية الثالثة على حدها الكواكب اللي بتتراجع في الجدي بتضر قاعدة في موليد العشرية الثالثة اكثر اشي المريخ في وجوده بضرب قاعد بالعشرية الثالثة برضو نفس الاشي الزهرة بتواجدها جاي على الحد بالعشرية الثالثة فعشان هيك برضو بسبب الحدية عندهم يعني هاي التقلبات كلها اللي بتصير هي اللي بتظهر انه موليد بمعنى اخر انه موليد العشرية الثالثة من معظم الابراج هي اللي تعباني اكثر شيء موليد العشرية الاولى عندهم تعب ولكن مش زي تعب العشرية الثالثة فعشان هيك لما منيجي منعطي توقعات بتطلع فيها بالتدريج كل ما انت كنت من العشرية الثالثة كل ما كان الوضع عندك صعب العشرية الاولى مش كتير العشرية الوسطية اللي هي عشر ايام من موليد كل برج هدولة يعني في عالم في كوكو تاني لا انه هدولة اساسا لهم عارفين انه هم مع دول ولا هم مع دول هم في النص وماشيين لحالهم بتلطش فيهم من الجه هاي وبتلطش فيهم من الجه هاي ولكن الاثار السلبية مش زي ما هي موجودة على الثالثة او موجودة على الاولى عشان ما نطول كثير خلينا نروح نشوف توقعاتنا اليومية بما انه عندنا انتقال القمر رح ينتقل للجدي فمعناته ساعات النهار من الان لغاية ساعات المغرب اجواء ومن ساعات المغرب لما بعدها بتتقلب الاجواء بشكل ثاني خلينا نروح على التوقعات اليومية ونشوف ايش مخبيتنا هذا اليوم برج الحمل طبعا اليوم بظل الاجواء ايجابية فيها نوع من انواع الدعم للكم يعني نفسيتكم شوي احسن بيطمئن بالكوا لبعض الاحداث خلال هذا النهار الا انه كما ذكرنا انه المريخ بسبب نوع من انواع التوتر او العصبية او التقلب بالمزاج او الحدية في الطباع في بعض الاوقات اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الضغط الضغط بسبب لك نوع من انواع التوتر على المستوى المالي او قلق من وضع مالي معين ممكن مصاريف زيادة ممكن تظهر لك بعض الأعباء المالية أو قلق من وضع مالي معين أو ارتباك يعني بيجي بشكل مفاجئ أهم شيء أنك بالفترة ها يتقلل من مصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بما أنه القمر موجود في البيت التاسع لإلك وهو حليف معاك فعشانيك بعطيك إيجابية على المستوى هاد وبيدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والحوارات قدرة على الإقناع وسرعة بديها عالية وقدرة التركيز برضو ممتازة جدا ولكن الأهم أنك أنت برضو تضبط عصابك ما في داعي للتسرع بنصحك إذا كان عندك امتحان أو مقابل أنك تركز بشكل جيد وما في داعي للتهور أو الاعتماد على الحضوض بشكل مبالغ فيك ممكن اليوم يكون لك تعامل أو تعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الظهرة موجودة في البيت الرابع وزي ما حكينا مزاجها رح يكون منتحس اليوم بشكل عالي جدا فتوقع أمور إلها علاقة بالبيت أو أحداث أو اضطرابات أو تقلبات بالمزاج أو نقاش عائلي معين أو ظهور مسألة إلها علاقة بالبيت شوي ممكن إنها تلفت انتباهك أو تكون أنت طرف فيها ممكن تكون مشكلة بسيطة ممكن يكون سوء تفاهم ممكن انزعاج من شخص إلو علاقة بالعائلة مثلا أو داخل البيت ممكن أعطال منزلية ممكن مصاريف منزلية على حسب أنت شو وضعك إيش أو شو بتشتغل أذكر ولا أنت كلها هاي بتتركز ولكن أمور العبئ كلها إلها علاقة في البيت والعائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على مستوى الأمور العاطفية جيدة يعني عندك شغف عاطفي أو عندك حساسية عاطفية أو رغب التقرب من الأحباء خلال هذا اليوم أو ممارسة هواية أو نشاط فكري في منك رح يهتم بإما بأحد الوالدين أو بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهو قوي جدا جدا وهو بدعمك على مستوى العمل فممكن إما تعزز علاقاتك في مكان العمل أو تنجز أعمال كانت صعبة أو تعمل مقابلة إلها علاقة بالعمل أو تجيب لك فرصة عمل جيدة برضو على المستوى الصحي بيطمئن بالك من بعض الأحداث اللي إلها علاقة بوضع صحي بتعلق فيك أو بتعلق في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على مستوى بيت الشراكي يعني شيئا ما الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية بتعزز من قدرة التواصل ما بينك وبين الشركاء إن كان شركاء مال أو شركاء عاطفي بتعمل في نوع من أنواع الإنسجام ما بينكم أو إنه على يعني على آخرها هيك ممكن تصير الأجواء روتينية فقط لا غير أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الأجواء على مستوى الأمور المالية المشتركة شوي فيها نوع من أنواع الإرباك اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك فممكن تظهر بعض الأمور البنكية أو المؤسسات المالية أو أمور إلها علاقة بقرض أو دين أو مغامرة مالية أو شراكة مالية أو أموال الزوج أو الزوجة يعني هاي كلها إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تظهر أي مشكلة إلها علاقة في هذا البيت أو عبئ أو خلاف أو نقاش على هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات المساء فبتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما اللي بعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم في ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل لبيتك العاشر بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ولكن بما أنه هذا الجدي يعني هو بيتك العاشر فمنقول لك دير بالك من المجازفات والمغامرات وتشويه السمعة ودير بالك من الخلافات ابتداء من المساء مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أو مع بعض العلاقات أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك برضو بشكل قوي على مستوى أصدقائك فممكن تنشط ببعض المجالات الاجتماعية أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو دعم معين بيجيك من أحد الأصدقاء أو مؤازرة مثلا أو بقف جنبك أو بساعدك في شيء أنت بتكون بحاجته أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا منحكي عن نبتن وزي ما حكينا نبتن شوي منتحس فهو بيخلي الوسواس والخوف والقلق أكثر إشي يكون مسيطر على موليد معينين اللي هم زي ما حكينا موليد العشرية الثانية فهو أنا بدكوا تركزوا بشكل جيد ما في داعي للوسواس راقبوا صحتكم بشكل جيد إنجزوا أعمالك بوقتها ما تخليها تتراكم وما في داعي للخوف الأحلام برضو الكوابيس ممكن تظهر بالفترة هاي بشكل كبير ومبالغ فيه ممكن تحمل الفترة هاي نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحباء فما ترتبك برج الثور طبعا بالنسبة لبرج الثور الأجواء ما زال فيها نوع من أنواع السلبية لسه في ضغط لأن القمر ما زال في الدرجات المقابلة يعني في البيت الثامن لا إلك هو بيت مش حليف لا إلك في ساعات المساء رح ينتقل يصير في البيت التاسع فهو بدعمك بشكل أقوى فحاول أنه اليوم تخلي الأجواء شوي فيها نوع من أنواع روتينية على المستوى النفسي حاول أنك تضبط عصابك قدر الإمكان ما في داعي لا للإنفعال ولا للتقلب في المزاج ممكن تظهر بعض الأحداث بسبب أورانوس اللي بتراجع عندك اللي إلها علاقة بالتقلب السريع في المزاج أو التقلب النفسية بشكل مبالغ فيه فحاول تضبط عصابك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن اليوم تهتم إما بمكاسب مالية أو مصاريف مالية المكاسب ما رح تجيك هيك من الهوى يعني تجيك من عمل إضافي مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو مستحقات لا إلك أهم إشي أنه تضبط عصاب عصابك وتضبط جيبتك يعني بمعنى ما تكثر مصاريفك هيك بشكل يعني جزافا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا من الزهرة بتخلي فيه نوع من أنواع التقلب أو الخوف أو الارتباك أو ممكن تحطك في مكان امتحان اليوم الامتحان هذا إلو علاقة بالاتصالات إلو علاقة بالتسويق إلو علاقة بالمقابلات إلو علاقة بالامتحانات إلو علاقة بالدراسة اللي هي الأساسية ما تحت الثانوية العامة اللي هي المدرسة ممكن تنزعج في بعض الأمور هاي أو تقلق لوضع معين أو ممكن شوي فيه نوع من أنواع الخوف أو القلق أثناء تعاملك مع أحد الإخوي أو مع أحد الجراد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة فيه إنجاز أو إنجازات خلال هذا اليوم ممكن يكون فيه تعاون إيجابي ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تظهر مسائل أو تنجز أمر معين أو تخلص من عبئ كان على كتافك إلو علاقة بالبيت خلال هذا النهار الأهم إنك تظلك ضابط أعصابك ما في داعي للتسرع ولا للقرارات المتسرعة خلال هذا النهار حتى لو ظهرت بعض الأعباء أو المصاريف المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي فهو قوي جدا جدا خلال هذا النهار فعشان هيك بعطيك من عطارد وبعطيك من الشمس قدرة على التواصل مع الأحبة الرغبة بتواصلك معهم قدرة على الإقناع عالي جدا للحبيب إذا كان فيه مشكلة بتقدر تقنعه بوجهة نظرك برضو تعطيك فرصة من الحضوض قوية جدا على المستوى العاطفي قوي على مستوى برضو الاهتمام الشخصي بنفسك والاهتمام التجميلي أو بهواية معينة أو ممارسة هواية أو علاقتك اللي بتكون ممتازة ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أو بتعمل لك تواصل إيجابي في هاي المجالات ممكن اليوم يعني يكون فيه ثمار جيد على المستوى العاطفي إن كان ارتباط أو إن كان موضوع إلو علاقة بتطوير مسألة حب أو حل مشكلة كانت بالسابق ما بينك وبين حبيب أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الأجواء بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل ما فيها أي سلبية ولكن إنه ممكن أعبى أو تظهر بعض الخلافات أو النقاشات ولكن عندك قدرة لتجاوزها وحلها فيه بعض الأمور الصحية اللي ممكن تظهر لبعض موليد برج التور اللي شوي بتكون بحاجة للمتابعة أو للمراقبة أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الأجواء زي ما حكينا روتينية على طريقة التعامل ما بينكم وبين الشركاء ولكن ديروا بالكم من سوء التفاهم أو الحدية أو الحقد على تصرفات الشريك أو الزوج أو الزوجة بالفترة هاي غير الأحبة يعني الحبيب إشي والزوج إشي آخر فعشان هيك بتكون تضبطوا أعصابكم أثناء تعاملكم مع شركائكم أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة من ساعات المساء القمر بصير في البيت السابع التاسع لا إلك بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيام البعيدة وبرضو بتعطيكوا حيوية أكثر وقدرة على إنجاز كثير من الأمور يعني الأجواء رح تصير إيجابية بشكل ملموس أما بالنسبة لبيتك العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء جيدة بتدعم من وضعك على مستوى العمل وعلى مستوى علاقاتك وممكن برضو اليوم يكون في نوع من أنواع الإطراء أو الثناء عليك في مسألة معينة لها علاقة إما بالسمعة أو بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء شوي حاد بيعمل نوع من أنواع التقلبات أو الإنزعاج من بعض المعارف ممكن اليوم تنشط ببعض المسائل اللي لها علاقة بالوضع الاجتماعي زي زيارة مقابلة دعوة حفلة اجتماع شغلة زي هيك تجمعك ما بينك وبين الأصدقاء برضو إيجابية أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بدك تنتبه بـ 12 المريخ فهو بيجيب تقلبات صحية بيجيب مشاكل بالعمل بيخلي الأعمال تتراكم مشاكل في مكان العمل وبرضو بتجيب نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة فعشان هيك يبدو تركزوا على أعملكم تنجزوا بوقته وحاول ما تدخل بأي خلفات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ويكون حذر من بعض الأشخاص اللي ممكن يتآمروا عليك بالخفاء برج الجوزاء طبعا القمر يعني مقابلك تماما فعشان هيك هو شوي بضعف من طاقتك شوي بخلي فيه حدية شوي بخلي فيه نوع من أنواع القابلية للتعب أو الإرهاق أو الملل أو الاكتئاب فحاول قدر الإمكان أنك أنت تتجاوزها بأنك أنت تختلط بالمجتمع أكثر تطلع من الجو اللي أنت فيه وما تخلي هذا الضغط يسيطر عليك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي بتظهر رغبة بالصرف أو رغبة بالمصاريف أو حب تملك لأشياء معينة فممكن تدفعك لصرف الفلوس بدون حساب يعني بدل ما تكتفي بشغلة وحدة ممكن جيبتين وثلاثة يعني نوع من أنواع اللي تفشش فعشان هيك أنك تضبط عصابك وضبط جيبتك ابتعد عن المصاريف لزيادة قدر الإمكان الفترة هي بتحمل نوع من أنواع الأعباء المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها معني أشياء على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات بتكون فيها نوع من أنواع الإيجابية بتدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك قدرة على التواصل والحركة والنشاط والاتصالات والإقناع بتكون عندك برضو ممتازة اللي عنده امتحان أو مقابلة بس أهم شيء أنهم بدهم يركزوا ويسيطروا على إنفعالات ومتقلبات المزاج عندهم أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الشمس عطارد بما أنهم اثنين موجودين في البيت الرابع صحيح أنه هو بيت مش حليف لا إلك ولكن برضو بيجبوا لك مفاجآت على مستوى البيت يا بيجبوا لك أعمال يا بيجبوا لك بيت جديد يا بيجبوا لك رغبة في تملك بيت أو استيجار بيت أو ديكور أو مشتريات كماليات أشياء لها علاقة بالبيت أو اهتمامك ببعض المسائل العائلية أو التقرب من أفراد العائلة أكثر بالفترة هاي أو ممكن مساعدة بعض أفراد العائلة لا إلك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء الروتينية يعني بتتعامل مع أحباءك أكثر صحيح أنه في عندك رغبي أو عندك أشياء عاطفية موجودة عندك عالية بالفترة هاي إلا أنه برضو بقابلها نوع من أنواع تقلب المزاج أو الانزعاج من تصرف الأحبة أو إهمالهم في بعض المسائل فعشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان تضبط أعصابك ما في داعي للتسرع ولا للأحكام ولا حتى للقرارات اللي ممكن تسبب نوع من أنواع الإزعاج إلك أو لا لأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل شوي فيها نوع من أنواع الإرباك في قلق من مسألة إلها علاقة بالعمل أو توتر أو إنه ممكن في مشكلة في مكان العمل هي اللي مأرقيتك أكثر إشيح حاول أنك تضبط أعصابك إنجز أعمالك بوقتها حاول أنك تسعى بأكثر من اتجاه كرر المحاورة عشان حل هاي الأمور وبرضو راقب التقلبات اللي ممكن تيجي على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فبما أن القمر موجود فيه لغاية ساعات المساء فالفترة هاي مناسبة لتعزيز الشراكة ما بينك وبين شركاء المال أو العاطفة وبرضو ممكن تتراجعوا عن قرار أو تحمل نوع من أنواع المصالحة أو التعاون أو التعامل ما بينك وبين الشركاء أما بالنسبة لساعات المساء القمر راح ينتقل للبيت الثامن فبتنشغلوا في إعادة ضبط أموركم المالية المشتركة الفترة هاي بتحمل أجواء إيجابية وخصوصا من ساعات المساء على مستوى المال أو على ترتيب وضع مالي أو خبر بتعلق بالوضع المالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا يعني منحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات أو الدراسية يعني زي جامعة أو امتحان جامعي أو مقابلة جامعية أو إشيء له علاقة بأخذ دورة أو اطلاع على علم جديد أو على عمل جديد مثلا أو تهتم بهواية جديدة يعني هاي ممتازة لكل إشيء له علاقة بالتعليم الفترة هاي تدعمك برضو بقوة عالية حتى على مستوى الاتصالات البعيدة أما بالنسبة للبيت العاشر فنبت موجود بغررك أو بغرر فيك بيخليك أنك تتوهم أشياء هاي هي لصالحك ولكن هي فيها مخالفات ممكن هاي شوي تجيب لك مشاكل على مستوى السمعة فبدك تحاول تحافظ على سمعتك قدر الإمكان وحاول أنك ما تندفع وتتهور بمشاكل وخلافات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل بالفترة هاي يعني بمعنى آخر بدك تضبط أعصابك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيت العلاقات الاجتماعية أو بيتك وبيت الأصدقاء المريخ طبعا بشكل زوايا حادة فعشان هيك موليد العشرية الثالثة أكثر ناس بدون يكونوا من تبهين أثناء تعاملهم مع شركائهم أو مع أصدقائهم إلى أن الأجواء شوي فيها حدية فممكن تنزعج خلاف تخسر صداقة أو تنهي صداقة معينة أو تكتشف خداع أو خيانة صديق لا إلك حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك في منك رح يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشط ببعض المجالات خصوصا المجالات الاجتماعية أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء من أورانوس تعمل لك نوع من أنواع المفاجآت المفاجآت هاي بتيجي إما على العمل أو بتيجي على الصحة هذا بيت المتاعب وبيجيب لك أعداء وهميين أعداء متخفيين بصداقة أو بمعرفة أو بدهم مصلحتك ولكن بدهم يورطوك بمشكلة معينة اضبط أعصابك وكون حذر وفتح عيونك صح وما في داعي للتهور بالفترة هاي برج السرطان طبعا القمر في البيت السادس يعني مش برضو مش حليف لا إلك بلش الآن في مراكز المقابلة لا إلك فعشان هيك شوي الأجواء بتكون ضاغطة رغم أن القمر إيجابي بساعدك في بعض الأمور ولكن برضو بدك تكون حذر وخصوصا على أمور إلها علاقة بالعمل اللي ممكن اليوم تشغل مخك كثير أو أمور إلها علاقة بالصحة بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة اللي شوي ممكن تكون مربكة فعشان هيك بدك تحذر من تقلب بيت المزاج اللي ممكن تسيطر عليك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فيعني شوي برضو إحنا بنحكي عن أجواء يعني ما فيها الكواكب اللي موجودة فيه فعشان هيك منقول أنه الأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي فهاي بتجيب لك نوع من أنواع الدعم أو حل مشكلة إلها علاقة بوضع مالي معين ممكن تحصل على بعض المكاسب اللي بتجيك من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم معين ولكن الأهم من هاي الأمور أنك تحافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو كثرة المصاريف اللي ما إلها داعي بالفترة هاي الفترة برضو بتحمل نوع من أنواع القلق على يعني إشي إلو علاقة بالوضع المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الشمس وعطارت بدعموك بقوة هائلة على مستوى الحركة والنشاط والاتصالات والتواصل الإقناع، الامتحانات، المقابلات يعني عندك نشاط فكري وقدرة على إنجاز كثير من الأمور خلال الفترة هاي أهم إشي إنك تركز وتعرف إيش بدك بالضبط وتقتنس الفرص اللي تكون فيها لمصلحتك يعني ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو جار إيجابي أو سلبي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على مستوى البيت يعني فيه نوع من أنواع النشاط العائلي أو موضوع عائلي أو خبر عائلي شوي يكون ممكن مزعج أو مربك إليك بالفترة هاي ممكن تظهر بعض الخلافات على مستوى البيت أو اهتمامات زي تصليحات، ترميمات، واجبات عائلية أمور إلها علاقة بالعقار أو إلها علاقة بسيارة يعني إلها علاقة بالأمور البيتية والعائلية وما يتعلق فيها أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي أشي به روتيني يعني ما فيها الإشي الإيجابي الكثير ولا السلبي الكثير ولكن إنها تعطي قدرة على التواصل أو احتواء الوضع العاطفي أو تواصلك مع الأحبة خلال الفترة هاي أو ممارسة هواي معينة في منك رح يكون له تعامل مباشر ما بينه بين أحد الأبناء أو اهتمام بأحد الأبناء إيجابي أو سلبي أو بأحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا القمر زي ما حكينا موجود في البيت السادس لغاية ساعة المساء منقول لكم بس إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات وما تهملوا أي عمل لأنه ممكن تتراكم الأمور وتصير صعبة بالفترة القادمة من ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل لمقابلك مباشرة اللي هو للجدي فممكن تنجحوا بنوع من أنواع التفاهم مع شركائكم بما أنه إيجابي فبدعم من علاقتكم ما بينك وبين شركاء المال أو شركاء العاطفة بالفترة هاي وبعطيكم نوع من أنواع الإيجابية أو شوي هيك فيه نوع من أنواع السلام حاول بس إنه ما تنفعل وخصوصا موليد العشرية الثالثة هدولة هم اللي بدهم يضبطوا أعصابهم لأنه الأجواء بتكون ضاغطة بنسبة كبيرة عليهم أما بالنسبة لبيتك الثامن فالأجواء على مستوى البيت الثامن جيدة فممكن ترتب أمور مالية معينة أو أموال إلها علاقة بأموال الشريك أو أموال شراكة أو أموال ما بتعود لك ممكن تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين أو صرف مثلا أو تحويلات مالية أو إشي له علاقة بالبورصة والأسهم أو تهتم بمسائل إلها علاقة بالتفاوت العملي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا يعني بتحمل أشياء إلها علاقة بالاتصالات اللي بتجيك من بعيد أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو تعاملك مع الأجانب وقسم من الناس بتتركز عليهم على الأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات والجامعة والبحوث والدراسة الأجواء تقريبا نبتن بيغرر فيك بوهمك أنه أنت قادر تسيطر على الأمور فبدك تكون حذر من نبتن ما تعيش بالوهم أدرس واستعد وما تدخل على امتحان أو مقابلة بدون ما تكون جاهز أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا المريخ موجود فيه فمن نرجع من قلك ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تخاطر ما تدخل بخلافات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وإحذر أثناء تعاملك مع الأشخاص أو المعاونين إلك في مكان العمل أو مع أحد علاقاتك العامة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء بتجيب مفاجآت على مستوى بيت الأصدقاء يعني ممكن زيارات أو مقابلات ولكن ممكن تواصل مع الأصدقاء ولكن هذه الأمور ممكن يكون فيها بعض السلبية أو الاستياء من تصرف أحد الأصدقاء أو المعارف اللي تأثر في نفسيتك يعني تحسك كانتقاد أو كتدخل في شؤونك وهذا الإشي ممكن يزعجك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء على مستوى البيت المتاعب جيدة ما في أي مشاكل ممكن تنجزوا أعمالكم بشكل جيد وممكن تهتموا برضو بصحتكم بشكل جيد أو بصحت أحد الأحبة برج الأسد طبعا ما زال القمر موجود في البيت الخامس هذا برج حليف وقوي جدا لغاية ساعات المسافة عشان هيكم نقولكم استثمروا هذا الوقت الإيجابي والدعم الإيجابي اللي بيجيكم من القمر خصوصا خلال هذا اليوم يعني رح يدعمكم بشكل قوي نفسيا ممكن تهتموا بمظهركم بلبسكم بمشتريات بأشياء لها علاقة بالتجميل أو تغيير الجو أو الترفيه برضو ملفتين للنظر بشكل كبير على المستوى العاطفي أو للجنس الآخر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء هنا تقريبا تعمل نوع من أنواع الإيجابية أو القوة في قدرتك على إيجاد حلول لأزمات مالية ما تفكيرك إيجابي وقدرتك على حل هاي الأمور رح تكون إيجابية لأنه عطارد بدعمك والشمس برضو بتدعمك فممكن تجد بعض الحلول أو بعض الدعم أو ممكن تلجأ لبعض المدخرات اللي كنت أنت حاطها على جنب للأزمات يعني الأجواء فيها قدرة على التصرف أو الحلول على المستوى المالي الأهم أنك ما تندفع وراء رغباتك بالمشتريات أو بالمصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالتناقلات الداخلية أو التواصل مع المحيطك أو أمور إلها علاقة بممارسة هواية معينة بتدعمك برضو على مستوى أمور السيارات والاتصالات والهواتف يعني بتخلي إلك رغبة في أمور إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية أو إلها علاقة بالسيارات أكثر في منك رح يكون له تعامل جيد ما بينه بين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الروتينية بتتعامل بشكل روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعاملوا يعني ممكن تظهر بعض الخلافات عند أشخاص من برج الأسد وممكن تكون الأجواء إيجابية على البيت فعشان هيك إلا أنه ما فيه أي تأثير كواكب فيه فأنت على طبيعتك بتتعامل على مستوى بيتك عقارك عيلتك أما بالنسبة للبيت الخامس فزي ما حكينا القمر موجود لغاية ساعات المساء من الآن لساعات المساء فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تمارس هواي معينة أو تنشط في مجال العلاقة بالخروج أو تغيير الجو أو تعيش غرامياتك بالفترة هاي أهم إشي أنه أثناء تعاملك مع الأحبة كون حذر يعني لبق وتسيطر على إنفعالاتك ممكن أنه برضو تشتاق لأحد الأحبة أو ترغب بالتواصل أو الإطمانان على حبيب سابق يعني تيجي رغب للتواصل معه وفي منك رح يكون له تعامل ما بينه بين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا هنا فيها نوع من أنواع الضغط لأنه هنا من ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت السادس فبدك تنتبهوا هذا الجدي صحيح القمر إيجابي بيدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة ولكن تقلبات الجدي على العشرية الثالثة من موليد برج الأسد بدهم ينتبهوا أكثر لصحتهم وبدهم ينتبهوا أكثر لعملهم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيه نوع من أنواع الإيجابية على مستوى أو روتيني بمعنى آخر بلاش نقول إيجابية على مستوى تعاملكم ما بينكم وبين الشركاء شركاء المال أو العاطفي أو ما بينكم وبين الأزواج بتتعاملوا على طبيعتكم على طبيعة العلاقة على طبيعة تكوينكم ووضعكم الإجتماعي يعني ما فيه أي شيء نعطي فيه مخاوف أو نعطي إيجابيات على مستوى بيت الشراكي ولكن إجمالا موليد الأسد كلهم مسيطرين على وضع الشراكي وعلاقتهم بينهم وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة ممكن تظهر بعض الأعباء أو القلق على مسائل العلاقة ببنك ضريبة تامين مكاسب تيجي من أموال الغير أمور إلها علاقة بمستردات مالية أو أرباح أو هبات أو ممكن دعم يجيك بشكل مفاجئ ممكن تتوهم أنه فيه أشخاص ممكن أنها تساعدك ولكن هي بتتحايل عليك ممكن تستغلك بنقاط معينة أو تقصر معاك في مسائل معينة هذا إشي عادي بدك تكون معتاد ما تتوهم أنه واجب عليهم أنهم ينفذوا أوامرهم لأنه أموالهم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الضغط أو الموضوع المزعج إذا علاقة بشيء بتعلق في خارج البلاد أو أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو أمور إلها علاقة بامتحانات أو استراد تصدير أو مراسلات يعني ممكن تنزعج من بعض المسائل اللي إلها علاقة بهاي الأمور حتى بمستوى الدراسات العليا بتعطيك نوع من أنواع التسرع فإحذروا أثناء تقديمكم للامتحانات تستعدوا بشكل جيد ما تدخل على مقابلة أو مناقش بدون ما تستعد وتراجح حالك أكثر من مرة وانتبه على الطرق المفتوحة أو الشوارع المفتوحة أثناء تنقلاتك وأثناء قيادتك للسيارة أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة من أورانوس بحدث بعض المشاكل اللي بتيجي بشكل مفاجئ فإحذر ما تخالف القوانين وما تشوه سمعتك وما تدخل بمشاكل على مستوى العمل ما بينك وبين زملائك أو رواسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى الأصدقاء وعلاقاتك ومعارفك ممكن تنشط بشكل إيجابي خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بعطيك أوهام أو بعطيك انزعاج أو حساسية عالية على مستوى العمل ومستوى الصحة وعلى مستوى صحة أحد الأحبة بيضبط إنفعالاتك وعصبيتك برج العدراء طبعا بالنسبة للبيت الأول أنت اليوم بكامل الطاقة عندك صحيح أن القمر ما زال موجود في البيت الرابع ولكن كلما اقتربنا لساعات المساء أكثر كلما شفنا أن الأجواء بتصير لصالحك أكثر ونفسيتك بتتغير أكثر وأكثر وبتنشح البطاقة أكثر وأكثر عشان هيك بنقول لك حاول أنك تستغل الفترة هاي بكل طاقاتها بكل إيجابياتها المتوفرة إنها تكون لصالحك من ساعات المساء الاهتمام رح يكون أكثر على مستوى التجميل أو قصد الشعر أو لباس أو أمور إلها علاقة بتغيير المظهر وحاول تغير مظهرك أو تهتم بنفسك شوي عشان تغير نفسيتك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأمور المالية تقريبا فيها بعض الفرص المالية خلال هذا النهار ممكن تحصل بعض المكاسب تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن حاول أنك تقلل من مصاريفك لماء الهداعي أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد وبيدعمك على مستوى برضو الاتصالات والحوارات والتواصل مع الأشخاص وقدرتك على الإقناع بس أضبط عصبيتك ممكن اليوم تهتم بمسائل إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية أو الإلكترونيات أو أمور إلها علاقة بالسيارات أو بعضكم رح يكون له تعامل ما بينه بين أخ أو جر أما بالنسبة لبيتك الرابع فطبعا القمر موجود فيه بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حتى ساعة المساء ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو الاهتمام بمسألة عائلية أو مسألة إلها علاقة بأفراد العائلة أو مسألة إلها علاقة إجمالا في البيت حاول أنك أنت تنجزها بشكل جيد حاول أنك ما تهم الأشياء الصغيرة اللي لها علاقة في البيت وخلي فيه نوع من أنواع التعاون أو التعامل الإيجابي ما بينك وبين أفراد العائلة إذا ظهرت بعض المسائل البيتية زي أعطال أو مسؤوليات أو التزامات بدك تكون حذر وحريص أثناء إنجازها أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا القمر حكينا أنه في ساعات المساء رح ينتقل ويصير موجود عندك في البيت الخامس فهو أنا بتشتد رغبتكم بشكل عالي جدا في تقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم وممكن هاي الفترة تحمل إيجابيات عالية على المستوى العاطفي أو تطوير وضع عاطفي أو إنجاز إشي إله علاقة أو مصالحة إلها علاقة بالوضع العاطفي تدعمك الحضوض من ساعات المساء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل تقريبا روتينية يعني بتنجز عمالك بشكل روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي الوضع الصحي برضو تقريبا بعطيك نوع من أنواع الإيجابية ما فيه أي قلق على وضعك يعني إذا هي توعكات أو شعور بالتعب من أشياء قديمة ولكن إنه مش خطيرة بالفترة هاي أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة هنا بدك تكون حذر أثناء تعاملك ما بينك وبين الزوج زي ما حكينا إنه هاي الفترة إلها علاقة بنبتن نبتن شوي بأثر على الأفكار على الغيرة على الشك على القلق على الخوف على الشريك أو على مواجهات ما بينكم بدكوا تكونوا حذرين أثناء تعاملكم مع شركاء المال أو مع أزواجكم وما فيه داعي للتهور أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط بشكل كبير على مسألة الأموال المشتركة فهي بتتشكل أعباء أو أمور إلها علاقة بتعطيلات إما بقرض أو مسألة بنكية أو التزامات أو مطالبات مالية أو يعني اقتراب شيء معين إلى علاقة بمطالبة مالية شوي بتكون مربك إلا إلك الفترة هاي مش إيجابية على مستوى أي مغامرة إلها علاقة بالوضع المالي بدك تدرسها بشكل جيد على حسب إمكانياتك ووضعك اتحرك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواب تجيب مفاجآت على مستوى الاتصالات البعيدة أو أشخاص خارج البلاد أو بلدك الأم أو إيشي العلاقة بسفر أو إلو إعلاقة بمراسلات أو امتحانات جامعية يعني على حسب انت شو وحد من هدولة بتنطبق عليك فعشان يبدأك تكون منتبه ومتهيئ من هاي المفاجآت لأنه ممكن بعضها يكون سلبي يحاول قدر الإمكان إذا كان عندك امتحان أو مقابل ما تعتمد على الحظ مهائيا بدك تستعد وتدرس وتتعب على حالك ممكن برضو يكون لك بعض الأشياء اللي إلها علاقة اهتمام إما بتنقلات أو بسفر مفاجئ بسبب ظرف مفاجئ أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ما في أي مشاكل بالعكس يعني اليوم تقدر توطد علاقتك أو تنجز أعمال إلها علاقة بالعمل المشترك أو تتعاون أنت وأشخاص لإنجاز عمل ما وبرضو بتساعدك على تقديم طلبات العمل وعلاقتك برضو على مستوى العمل ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بعمل أوهام أو مشاكل أو خلافات أو سوء تفاهم ما بينك وبين أصدقائك فعشان هيك بدك تكون حذر بالفترة هاي وما في داعي لأي إشي ممكن أنه يعني يخليك تنزعج أو تحمل أو تحقد على أحد الأصدقاء ممكن هو تصرف عفوي ممكن هو أخطأ مش قاصد وممكن أنها عرتوا الأيام وكشفت خبايا يعني كشفة الحقيقة لا إلك أما بالنسبة لبيتك 12 فما في أي مشاكل بالعكس أنت بتقدر تحافظ صحتك بشكل جيد وبدأ أعطيك القدرة على إنجاز أعمالك وقدرة تواصلك حتى مع محيطك عندك قدرة حذر عالي جدا تقريبا أنت تعلمت من الفترة الماضية ممكن تحمل لك بس قلق على صحة أحد الوالدين أو أحد المقربين لا إلك برج الميزان طبعا اليوم برضو الأجواء راح تظل حليف لإلك لغاية ساعات المساء برضو اليوم في عندك نشاط عندك سرعة بديهة قدرة على التصرف نفسيتك أحسن مشحون بطاقة إيجابية راح يظل الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابيات لإلك صحيح بش بالكامل بسبب برضو أن تواجد الشمس وعطارد في بيت المتاعب بيضغطوا عليك ولكن أنه إجمالا الأجواء بتواجد القمر وإيجابية الشمس وعطارد بتعطيك نوع من أنواع الإيجابية في بعض الأوقات فعشان هيك يستغلها لغاية ساعات المساء لأنه من ساعات المساء شوي المزاج عندك ممكن هيك يختلف في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي ممكن تهتم ببعض المسائل أو ممكن أنه تجد بعض الخيارات اللي إلها علاقة بتطوير وضع مالي أو تحصيل مكاسب مالية أو إشي بيجيك من عمل إضافي أو مستردات مالية أو هبات أو تهتم ببعض الديون اللي بتحاول أنك تحل الضغوطات تاعتها ولكن أهم إشي أنك تقلل من مصاريفك وتحافظ على أموالك من السرقة والضياع أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات المساء بتنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات فترى مناسبة لإجتياز امتحان ممكن يتعززوا العلاقة مع أخ أو جار من ساعات المساء بتفضلوا التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية لأن القمر رح ينتقل من البيت الثالث للبيت الرابع وهو تربيع معك فرح تظهر بعض المساء البيتية أو العقارية أو الأمور العائلية بشكل مفاجئ وممكن يكون اهتمامك عالي على مستوى البيت أو إشي بتعلق بأحد أفراد العائلة تنسوش أنه البيت الرابع بالنسبة لإلك أنه هو الجدي والجدي موليد العشرية الثالثة من موليد برج الميزان هدول أكثر ناس بدون يكونوا حذرين من أعطال أو مشاكل أو خلافات إلها علاقة بالبيت أو أشياء ممكن تكون سلبية يعني تطورات سلبية إلى علاقة بالبيت أو العائلة بدون تكونوا حذرين وياقضين منها أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواع المستوى العاطفي تقريبا بنقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية بتتعزز من قدرتك على التواصل مع الأحبة أو إنجاز مسائل إلى علاقة بالحبيب ممكن تهتم بمسألة مثلا هواية مثلا إشي تجميلي إشي له علاقة بالاهتمام بالنفس أكثر اهتمامك بأحد الأبناء أحد الوالدين أو تواصل معهم أو الاشتياق لهم ممكن تتذكر مواضيع إلها علاقة بعلاقة عاطفية راحة أو بأحبة غادروا البلد أو غادروا الحياة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع يعني بعض الإضطرابات أو بعض المعاكسات اللي إلها علاقة إما بالعمل أو بمكان العمل أو بإنجاز بعض الأعمال يعني يكون فيها نوع من أنواع صعوبة ما تمشي معاك بسهولة وبرضه بتعطي نوع من أنواع الأوهام أو الأشياء المتقلبة اللي إلها علاقة بالوضع الصحي فبدك تحذر من هاي وبدك تحذر من هاي أما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع إحنا منحكي عن المريخ المريخ اللي بضر بشكل كبير العلاقات ما بين الشركاء وخصوصا شركاء المال أو شركاء العاطف اللي هم الأزواج وهنا تحديدا بركز على موليد العشرية الثالثة من موليد برج الميزان هذولا بدهم يكونوا حذرين من الخلافات والنقاشات والحوارات اللي ممكن تتطور بشكل كبير وتصل لمرحلة ثراق ما بين الأزواج بسبب مشكلة تافها فما تخلوا التراكمات تظهر مرة وحدة عشان ما تصير مشاكل كبيرة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة هي اللي مقلقة خلال هذا اليوم ممكن الأمور ما تمشي معك بالشكل الطبيعي ممكن مطالبات بشكل مفاجئ ممكن ظهور أعباء أو ديون بالفترة هاي ممكن أنه أشخاص تنصب عليك أو تستغلك ماليا أو تدخل بمشروع فاشل لأنك أنت ما ركزت بحيثيات ودرسته بالشكل الإيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية على مستوى اتصالاتك البعيدة وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد حتى على مستوى الدراسة الجامعية والامتحانات أو أمور السفر كلها يعني شوي متقلبة مش بالشكل الإيجابي الكامل ممكن تنزعج من بعض الأمور وممكن تحل بعض الأمور على حسب وضعك وعلى حسب طبيعة عملك وعلى حسب قدرتك على تحمل هاي الصعاب ممكن تتعطل بعض المسال اللي إلها علاقة إما بسفر أو إلها علاقة باستيراد أشياء أو انتظار أوراق أو معاملات من الخارج يكون فيها نوع من أنواع الصعوبة أهم شي إذا كان فيه امتحان أو قضية قضائية بدك تكون مستعد وجهز لها أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنقول لك دير بالك من التغرير فيك في مسائل إلها علاقة بالسمعة فما تغامر وما تجازف وما تدخل بأي شيء ممكن يشوه سمعتك أو حتى مشاكل على مستوى العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فعلاقاتك الاجتماعية جيدة وعلاقاتك ما بينك وبين الأصدقاء جيدة وبتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 12 فزي ما حكينا بدك تظلك حذر من مسائل إلها علاقة بالعمل وبرضو مسائل إلها علاقة بالصحة فممكن تظهر بعض المسائل الصحية المفاجئة إلك أو عمل يتراكم أو مشكلة صحية بتتعلق في أحد الأحبة برج العقرب طبعا الأجواء برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية لا إلك وكلما اقتربنا لساعات المساء كلما شعرت أن الأجواء صارت أحسن وأحسن اليوم طبعا في عندك اهتمام شخصي أو اهتمام نفسي بحالك برضو عندك قدرة على التواصل عالي جدا عندك قدرة على الحوار عالي جدا ولكن بدك تضبط أعصابك وتقلبات المزاج عندك لأن العصبية في لحظات ممكن أنها تكون ظاهرة على الساحة وممكن يظهر منك بعض الكلام اللي يكون لاذع أو جارح أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات المساء فيه فرص لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذيرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وركزوا بشكل جيد من ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت الثالث فبتشعروا أو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو مع جار يعني في نوع من أنواع التواصل القوي في اتصالات حوارات تنقلات أمور إلها علاقة بالاهتمام بمسائل إلها علاقة بالسيارات أو بأجهزة إلكترونية أو تليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع يعني الروتين على مستوى وضع البيت بتتعاملوا بشكل روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن تظهر بعض الأعباء أو الأعطال أو ممكن تهتم ببعض المشتريات أو الأعمال المنزلية ممكن لقاء عائلي أو حوار عائلي أو مسألة عائلية طارئة تظهر على الساحة ولكن عندك قدرة أنك أنت تتعامل معها أو تحلها بمعنى آخر يكون فيه نوع من أنواع سرعة البديهة عندك لتجاوزها أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا المسائل العاطفية هي اللي بتأثر عليك بشكل كبير خلال هذا اليوم اللي شوي بتظهر لك بعض المشاكل أو الخلافات أو النقاشات أو الحوارات ما بينك وبين الأحبة فيحذر من الكلام اللاذع من الانتقاد من توجيه اللوم للأحبة بالفترة هاي وبرضو خلي علاقتك ما بينك وبين الأبناء أو الوالدين شوي ودي يكون حمامة سلام مش شخص بتكب بنزين على النار أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا على مستوى العمل ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو ممكن بعض الأعباء أو أعمال تكون كثير بدها اهتمام منك الأجواء فيها نوع من أنواع الصعوبة أو فيها نوع من أنواع يعني الأشياء اللي بتعطل عليك بعض المسائل اللي لها علاقة بالعمل ممكن يكون فيه خلاف أو نقاش حاد ما بينك وبين أحد الزملاء أو أحد الزبائن برضو على المستوى الصحي بدك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تصير الفترة هاي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية في مفاجآت اليوم ممكن تصير يعني خلاف مفاجئ نقاش مفاجئ حدية مفاجئة تقلب بالمزاج مفاجئ حوار حاد جدا ما بينك وبين الشريك يعني يتصاعد الخلاف بشكل مفاجئ على أدفه الأسباب حاول تضبط عصابك ما في داعي للحساسية لزيادة وما في داعي أنك تكبر الخلاف زيادة أما بالنسبة للبيت الثامن في الأجواء الروتينية على مستوى الأموال المشتركة يعني نشاطاتك طبيعية بتتحرك وبتحاور وبتنجز أعمالك بشكل روتيني ممكن تنجز بعض المسئوليات اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة زي بنك ضريبة تأمين مؤسسات مالية أو تحاول تعالج مسألة إلها علاقة بالديون أهم شيء أنك تحافظ على أموالك من السرقة والضياع أو أشياء إلها علاقة بالأعباء على المستوى المالي أما بالنسبة للبيت التاسع فنقول لك دير بالك أثناء تنقلاتك حواراتك نقاشاتك احذر أثناء تقديمك لامتحان ممكن يجيك بشكل مفاجئ أو حتى على مستوى أشياء إلها علاقة بالدراسة يعني مناقشة أو جامعة أو تعليم أو أكاديمية كل الأمور هاي بدأ تركيز ممكن يظهر خلاف أو مشكلة أو مشاحنة ما بينك وبين شخص خارج البلاد أو تنزعج من خبر بيجيك من خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة إلى أجواء تقريبا مسيطرة عليها بتتعامل بشكل روتيني في كل الأمور هاي ممكن هاي تعطيك دعم على مستوى تقديم طلبات للعمل أو مقابلات عمل أو استغلال بعض المعارف لمساعدتك أو العلاقات لمساعدتك زي واسطة لحل شيء معين ممكن توطد علاقتك بشكل كبير ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو تسمع كلام إطراء خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى المجال الاجتماعي فبتنشط بمسائل إلها علاقة بالأصدقاء أو لقاءات أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تواصل مع صديق أو إنهاء خلاف أو مشكلة مثلا مع صديق أو ممكن أنه اليوم تتعرف على أصدقاء جدد أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب ما في أي مشاكل بالعكس عند قدرة لإنجاز أعمالك واهتمام كامل بالأعمال ممكن ما تخلي الأعمال تتراكم عند قدرة لإنجازها أول بأول في منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية اللي بتتعلق فيه أو تتعلق في أحد الأحبة نوع من الأنواع الإطمئنان أو الزيارة أو التفقد أو الواجبات الاجتماعية برج القوس طبعا بما أن القمر موجود عندكم فثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أهم شيء أنكم تبادروا إلى خطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي داعم لإلكم وقوية بالحضوظ أنتم جايين على فترة كثير فيها نوع من أنواع الإيجابيات أو أشياء ممكن أنتم تستغلوها بالفترة هاي تغير من وضعكم وممكن تهتموا بشكلكم أو بنفسيتكم أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور المالية وخصوصا على العشرية الثالثة ضاغطة بشكل كبير بتعمل أزمات أو ممكن تراكم بعض المصاريف أو المتطلبات المالية أو الدفعات وفي منكم رح يكون عنده بعض المغامرات المالية بتكونوا حذرين الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط بتراكم عليكم المطالبات والمصاريف وممكن حتى اللي بيغامر في أشياء العلاقة بالمال بدون دراسة الوضع ممكن أنه يعني شوي يعاني من فشل أو يعاني من خسارة أمواله أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا يعني رح تكون الأجواء فيها نوع من أنواع الاهتمام على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات وأشياء لها علاقة بمثلا امتحان أو سيارة أو أجهزة إلكترونية أو قدرة على الإقناع بالتسويق هاي فيها إيجابيات وبتدعمك بقوة وممكن تحقق من خلالها النتائج رائعة بتكثر اليوم الاتصالات عندك واللقاءات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت بيحمل نوع من أنواع الأعباء إلى علاقة بأعطال مشاكل خلافات نقاشات سوء تفاهم ردات فعل سلبية أو بأثناء تعاملك مع أفراد العائلة ممكن يظهر خلاف معين اضبط عصابك أهم شيء وما تكون صليط اللسان حاول أنك تكون دمث وتكون روحك خفيفة وتتقبل الأشياء هاي أو ما تخلي العصبية تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو حادة على المستوى العاطفي يعني بتعمل تقلبات بالمزاج باستياء من الحبيب بتصل لمرحلة يعني أنه النقمة على الحبيب في منكم ممكن أنه يتذكر مواقف أو أشياء صارت ما بينه وبين الحبيب بدون مقدمات فيعمل مشاكل مع الحبيب عليها ممكن تنتهي علاقتكم ما بينكم بين حبيب بشكل مفاجئ برضو احذروا أثناء تعاملكم مع الأبناء ومع الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا تضغط على مستوى العمل بتسبب لك نوع من أنواع ظهور بعض الأعباء أو الأعطال أو القلق على مستوى العمل ممكن عمل بشكل مفاجئ أو يتراكم عمل معين أو ما تقدر تنجز أعمالك بالشكل الكامل وممكن تكون تقلبات على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية أثناء تعاملكم مع شركاء المال أو العاطفة أو ما بينكم وبين الأزواج ممكن تحمل مصالحة أو مثلا اتفاق أو تسوي معينة أو مثلا تحطوا حد للخلاف أو النقاش ما بينكم ممكن أنكوا حتى أنوا ما تخوضوا في المجالات هاي يعني الأجواء هي على طبيعتكم ولكن إجمالا فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتعزز من العلاقة ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بيظهر لك أشياء لها علاقة بمطالبات مالية أو خسارة أو فقدان أو راق أو وثائق أو مقتنيات فبدك تكون حذر من النصابين والمحتالين والمغامرات المالية قدر الإمكان ممكن تظهر بعض الأعباء أو الأعطال أو إشياء إلها على علاقة مثلا في أموال مشتركة إلها علاقة ببنك ضريبة غرامة محكمة أشياء زي هيكة ممكن كلها إلها علاقة بالأمور المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وأمور إلها علاقة بالمحاكم أو إلها علاقة بالأوراق القانونية أو حل مسائل إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية ممكن تنشط بأمور إلها علاقة بعلاقات مع أجانب أو أمور إلها علاقة بالحوارات والنقاشات الفلسفية والدينية أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا بنقول لك دير بالك من أشياء إلها علاقة بتشويه السمعة رغم أن الأجواء إيجابية ودعميتك بشكل قوي من الشمس وعطارد ممكن تعزز من علاقاتك ومعارفك وتستغل بعض المعارف في إنجاز بعض الأمور وفي منك رح يهتم بتقوية سمعته أو الشهرة في منصب معين أو في مكان معين ولكن الأهم أنك توطد علاقتك على مستوى العمل لأنه هاي الفترة برضو بتحمل لك فرص كبيرة على مستوى العمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا يعني جيدة على مستوى بيت الأصدقاء بالدعم من علاقاتك فممكن تنشط ببعض العلاقات الاجتماعية أو لقاء الأصدقاء أو حوارات أو حل خلاف معين وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فما في أي خلافات بالعكس الأجواء مسيطرة عليها وعندك قدرة لحل كثير من الأمور خلال الفترة هاي إن كان على مستوى العمل أو مشاكل العمل أو مشاكل إلها علاقة بمثلا إلها علاقة بالصحة بالتقلبات الصحية بالوهم أهم شيء ما تخلي الوهم يسيطر عليك ممكن تحمل نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة مرج الجدي طبعا ما زالت الأجواء ضاغطة ما زال شوي في نوع من أنواع الحدية أو التقلب بالمزاج عندك شوي مستاء من بعض الأمور هيك في نوع من أنواع الإنزعاج الأجواء مش بالكامل أو مش بالقدرة اللي أنت بدك إياها أو بترغبها في أمور تعطلت في اليومين الماضيات ما مشت الأمور مثل ما بدك صار في نوع من أنواع التأخير أو المماطلة أو ردات الفعل اللي شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة هاي الأمور بتظلها ضاغطة وبتظلها صعبة لغاية ساعات المساء بتصير الأجواء إيجابية أكثر كل ما اقتربنا لساعات المساء وبتصير المساء الأحسن ونفسيتك بتصير أحسن فعشان هيك حاول أنك تساير الأمور بشكل روتيني لحديث ما نوصل لساعات المساء عشان الأجواء تصير إيجابية وكرر المحاولة في الأشياء اللي تعطلت عشان تقدر تنجزها خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى أمور إلها علاقة بالوضع المالي ممكن تظهر بعض المصاريف أو الأعباء أو المطالبات المالية أو ممكن شوي تهتم ببعض المسائل على مستوى المالي اللي شوي تكون مربكة في منك رح يحصل بعض المكاسب من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو إشيئ لعلاقة بحقوق أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم برضو بيحمل نوع من أنواع التسرع بالقرارات والعصبية والحدية بالطباع والإنزعاج أهم هي أنك تنتبه أثناء تنقلاتك أثناء حواراتك مع الإخوة والجيران وبرضو على مسائل إلها علاقة بالدراسة والامتحانات ما تدخل على امتحان وأنت مش مستعد أثناء تسويقك لشيء معين حاول تركز عشان تكون مواضح بطرحك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى البيت أو العقارات وخصوصا لموليد العشرية الثالثة هذول أكثر ناس بيعانوا من الأعطال أو الأعباء أو النقاشات أو الخلافات أو الجدالات أو أشياء إلها علاقة بالبيت بالمنزل بالعائلة هاي الأشياء اللي أنتوا تكونوا حذرين منها بالفترة هاي وما تهمل أثناء يعني تعاملك مع أمور إلها علاقة بالنيران أو إلها علاقة بأعمال المطبخ أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي بتظهر بعض المفاجآت على المستوى العاطفي ممكن تزعجك أو ممكن تقلب مزاجك أو ممكن يتظهر خلاف ما بينك وبين إما حبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين فحاول أنك تضبط أعصاب قدر الإمكان ما في داعي للتصعيد ما تستسلم لتقلبات ومفاجآت أورانوس اللي بتيجي بشكل مفاجئ فأنت الثورة عارمة والقمر لسه بمكان حساس لإلك فتكون المشاكل مثلا ما إلها حل إلا لفترة طويلة فتضيع فرص الفترة القادمة الإيجابية اللي ممكن تدعم من موقفك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء الروتينية على مستوى العمل والصحة يعني اهتمامك بالعمل بالصحة بشكل روتيني بدون لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل على حسب طبيعتك فحاول قدر الإمكان تنجز عمالك بوقتها ويهتم برضو بشؤونك الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالزهرة طبعا بيشكل بعض الأعباء اللي إلها علاقة بالشريك فعشان هيك بتجيب تقلبات أو حدية أو أفكار سودة أو أمور إلها علاقة بالشك والغيرة أو أمور إلها علاقة بمراقبة الشريك بالفترة هاي أو محاولة فرض السيطرة والسلطة عليه حاولوا قدر الإمكان تضبطوا أعصابكم وهاي الأشياء تمسكوها بشكل جيد ما تخلوها تسيطر عليكم على أساس أنه ما يصير خلاف ما بينكم وبين الشركاء برضو ديروا بالكم من قضايا قضائية بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة ما في أي خلاف بالعكس عندكم قدرة لحل كثير من المشاكل خلال هذا اليوم على المستوى الأموال المشتركة ممكن تحلوا مسألة أو تتفاوضوا لجد والدين أو تسعوا لأمور إلها علاقة بقرض أو أمور بنكية أو ضريبية أو تأمين أو حتى قضايا حقوقية إلها علاقة بالميراث أو إلها علاقة بالنفقة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء دعميتك بشكل قوي على مستوى الاتصالات والحوارات والدراسة الجامعية والامتحانات وبتدعمك برضو بقوة أكبر على مستوى الاستراد والتصدير والقضايا القضائية والأوراق القانونية فكلها هاي ممكن تظهر أي مسألة وتكون إيجابية لصالحك بالفترة هاي حاول تستغلها وإذا بدك تبادر بأي شيء بالفترة هاي ركز على هاي الأمور لأنها هي اللي بتصب في مصلحتك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى بيت السمعة ممكن تنجز بعض الأعمال الروتينية أو تهتم ببعض المسائل اللي بتتعلق بأحد الأصدقاء أو الزملاء بالعمل أو رؤساءك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات الاجتماعية فالفترة هاي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تواصل مع بعض الأصدقاء أو مساعدة بعض الأصدقاء لا إلك أو أنت تبادر بمساعدتهم في مسألة ما الأهم أنه أنت تستغل علاقاتك لإنجاز بعض الأمور اللي ممكن تكون لصالحك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أهم شيء إنك تنجزوا أعمالك بوقتها ما تراكموا الأعمال عندكم ما تحمل أكثر من عمل مع بعض راقب وضعك الصحي حاول تأخذ أدويتك بوقتها وحاول أنك أنت تتواصل مع المجتمع بشكل جيد برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت الأول عندك الأمور الجيدة الوضع تقريبا مسيطر عليه نفسيا بدك تحاولوا تنجزوا أعمالك أو الأشياء المهمة قبل ما نوصل لساعات المساء لأنه بس توصلوا لساعات المساء القمر رح ينتقل لبيت المتاعب عندكم رح تكون فترة فيها نوع من أنواع التعب فعشان تحاولوا تستغلوا من الآن لغاية ساعات الظهر أو العصر إنجاز كل الأشياء المهمة المطلوبة منكم عشان أنه تخلوا الأمور روتينية بالفترة القادمة حاول تهتم بنفسك أكثر بصداقاتك بعلاقاتك بالفترة هاي بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الأمور المالية ممكن تظهر لك بعض المصاريف أو الأعباء أو الأعطال أو المطالبات المالية اللي بتتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أهمش أنك تبعد عن المصاريف لزيادة حاول تضبط ميزانيتك بشكل جيد ما تغامر وما تجازف بالأمور المالية أما بالنسبة للمكاسب فبعضكم ممكن يحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات مالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء فيها نوع من أنواع الحدية بسبب المريخ فهي بتخلي مزاجك صعب أو عصبية أو حدية صحيح أنه عندكم نشاط وحركة ولكن ما تبالغوا كثير بنشاطكم وحركتكم لأنه هذا رح يترك أو جاع أو آلام بالفترة القادمة أو يتراكم التعب عليكم ممكن يعني يكون ماهر بالنقاش والحوار إذا ضبطت عصبيتك ممكن تنجز بعض الأمور بشكل إيجابي على مستوى تنقلاتك واتصالاتك ولكن الأهم زي ما حكينا ضبط الأعصاب أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تظهر بعض الأشياء المفاجئة اللي إلها علاقة إما بأعمال منزلية أو أعطال أو خلافات أو نقاشات أو مسائل إلها علاقة بالبيت شوي بتكون مقلقة أرتب أمورك بشكل جيد وما في داعي للتصرع ولا في داعي لأنك أنت الجازف الفترة هاي بتحمل مصاريف بيتية أو مشاكل عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي على المستوى العاطفي فيها أشياء إيجابية ممكن تعزز من علاقتك العاطفية أو تتقارب ما بينك وبين الأحبة خلال الفترة هاي أو تمارس هواية معينة الأهم أنه منكو رح يهتم ببعض المسائل التجميلية بالفترة هاي وراح تكون برضو إيجابية بممارسة هواية أو اهتمام بهواية معينة برضو قوية وممكن برضو تدعم علاقتكم ما بينكم وبين الأبناء والوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فهي بتضغطك على مستوى العمل بتخليك تشتت أو أكثر من عمل مع بعض أو أنك تحمل أكثر من عمل تحاول تنجزهم مع بعض فبالآخر بتلاقي حالك أنك ما أنجزت شيء ممكن تظهر بعض الأعباء أو الأعطال أو ممكن بعض التوترات أو التقلبات الصحية إلك أو لا أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي اليوم روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما بينكم وبين الأزواج أو بمعنى آخر أنت تتعامل روتيني على أساس أنه تبعد عن الخلافات وتريح راسك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة ممكن إلك اهتمام كبير بالمسائل أو أموال المشتركة زي قرض أو دين أو تحصيل حقوق لا إلك أو ميزانية أو مور بنكية أو أموال تدخل ما بينك وبين مجموعة يعني هاي أموال مش إلك أو مؤتمن عليها أو أموال جيتك من ميراث مثلا أو من صفقة تجارية أو أموال الزوج أو الزوجي الشوي بدها نوع من أنواع الاهتمام وبعد عن المصاريف لأنها بتحمل نوع من أنواع القلق أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالامتحانات الجامعية أهم شي إذا كان فيه امتحان تركز بشكل جيد ما فيه داعي للاعتماد على الحضوض حاول تنجز أعمالك بشكل جيد وحاول تعمل اتصالاتك بشكل جيد بدون عصبية أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة برضو جيدة وبالدعم من علاقاتك وقدراتك على التواصل مع محيطك مع مجتمعك ممكن تعزز إشي إلى علاقة بالعمل أو بمكان العمل أو بعلاقتك مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أهم إشي أنك تبعد عن الخلافات والنقاشات والحدية بالتعامل ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل عشان ما تشوه سمعتك بالفترة هاي دير بالك من المجازفات والمغامرات ومخالفة القوانين واحذر من بعض المسائل اللي ممكن تتطور لإشي إلى علاقة بالقضاء أو القانون أما بالنسبة لابيتك 11 طبعا بالفترة هاي بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة الفترة هاي بتنشط اجتماعيا بتنشط بلقاءاتك وحواراتك وممكن تنجز أشياء كان صعب إنك تنجزها بالفترة الماضية عشان هيك بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أكثر بأصدقائك بعلاقاتك ممكن إنه يساعدوك أو يكون لك واسطة أو دعم من صديق معين يدعمك أو يدعم تصوراتك بشكل كبير أما بالنسبة لابيت المتاعب بيت المتاعب طبعا ضاغط بشكل كامل فعشان هيك الفترة هاي بتحمل تعطيل أو تعطيلات أو وعود كاذبة من بعض الأشخاص أو ممكن تتوهم ببعض المسائل أو يوهموك يغرروا فيك في مسألة معينة انتبه من أشخاص بكيدولك أو بيتعاملوا من وراء الكواليس للمكر فيك أو ممكن الإساءة إلك برضو حاول أنك تراقب صحتك من بعض التقلبات اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ اللي ممكن يعني تضطر أنك أنت تدخل مستشفى من وراها أو مراجعة طبيب بشكل مستمر انتبه برضو على صحة أحد الأحبة اللي ممكن تقلق لأجلها أو تهتم فيها بشكل أكبر برج الحوت طبعا الفترة إيجابية شيئا ما تدعمك بشكل إيجابي شيئا ما القمر برضو بدينتقل لمكان حليف لإلك برضو بعزز نقاط بشكل قوي لإلك كلما اقتربنا لساعات المساء الأجواء بتصير حليفة وإيجابية أكثر لإلك وبتساعدك في إنجاز كثير من الأمور عندك اهتمامات اليوم اجتماعية أو اهتمامات بالمحيط عالية جدا ممكن تنشط باتصالات وحوارات وتنقلات عالية يعني اجتماعيا أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى الوضع المالي شوي بتعمل نوع من أنواع الضغط ضغط بالمصاريف أو بالالتزامات بتلاقي إنه شو ما أجاك ناتج يعني ممكن تجيك فلوس مثلا أو تحصل على مكاسب مالية أو هذا ولكن في مصاريف بتقابلها ممكن تأخذها وتأخذ معها كمان فعشان هيك بدك تحذر من المصاريف لزيادة الأعباء المالية الضغوطات المالية ما تجازف بأموالك وابتعد عن المشتريات اللي ما فيها داعي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور صعبة على مستوى أمور الاتصالات والحوارات والتواصل والتنقلات والسيارات والأجهزة الإلكترونية يعني أعطتك كل مواصفات البيت الثالث إشي فعشان هيك بدك تنتبه من المفاجآت السلبية اللي ممكن تظهر على هذا البيت صحيح هي دعملة إلك ممكن تتحرك بطلاقة أو بقدرة وتنجز أشياء مهمة بالفترة هاي ولكن العصبية ممكن تظهر الاندفاع ممكن يظهر التهور ممكن يظهر فعشان هيك بدك ما تعتمد على الحضوض نهائيا وتعتمد على قدراتك في هاي المسائل أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء الروتينية بتتعامل بشكل روتيني على إنجازك البيتي أو المنزلي أو العائلي فممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بتصليحات ترتيبات مشتريات اهتمام بديكور معين أو اهتمام بواجبات عائلية مثلا أو تظهر مسألة عائلية تطلب منك اهتمام عالي فحاول إنك تكون مرن وتعرف كيف تتعاون مع الإخوة مع الجيران ومع المقربين لا إلك أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بما إنه الزهرة مأثرة على البيت الخامس لا إلك فبنصح أي واحد من موليد برج الحوت الفترة هاي ما في داعي لعمليات التجميل أجلها لغاية ما الزهرة تصير إيجابية وفبتدعمك بشكل أقوى يعني الأجواء ما رح تكون زي ما بدك أو نتائجها ما رح تكون بالشكل اللي أنت بدك يا حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك أثناء تعاملك مع الأحبة ما في داعي للغير والشك والتخوين بالفترة هاي وبرضو احذر بطريقة التعامل ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بتضغطك على مستوى العمل ممكن تجيب أعمال مربكة بالفترة هاي أو بعض المسال اللي إلها علاقة بالعمل اللي تسبب لك نوع من أنواع القلق صحيح عندك قدرة لتجاوزها وعندك قدرة لحلها وبرضو الحظ بدعمك في هاي المسائل أكثر ولكن بدك تكون حذر على المستوى الصحي الأجواء قاعد بتتحسن شيئا فشيئا لصالحك رغم أنه البيت السابع اللي موجود فيه الشمس وعطارة بضعف من طاقتك إلا أنه بمنحك لأنه إيجابي قوي فبمنحك بطاقة عالية ممكن يحسن من الوضع الصحي أو سرعة الاستشفاء عندك البيت السابع طبعا إلو علاقة ببيت الشراك المالية والعاطفية فهنا بنقول لك يعني حاول أنك تستغل الفرصة للتصالح والمصالحة والتقارب ما بينك وبين شركاء المال والعاطفة خلي الأجواء إيجابية وخلي العلاقة إيجابية ما بينكم الفترة هاي بتعزز من العلاقة مع الشركاء حتى اللي عندهم قضايا قضائية ممكن تكون لصالحهم أما بالنسبة للبيت الثامن فبرضو على مستوى الأمور المالية المشتركة الأجواء ممكن تحمل بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما بالبيت أو إلها علاقة بالصحة وأحاول أنه برضو ممكن تظهر بعض الالتزامات أو الديون أو الدفعات المقلقة أو أمور إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو الصرافين مثلا أهم شيء أنك ما تدخل بمشاريع بدون مدراستها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات اللي بعيدة تواصلك مع أشخاص خارج البلاد الامتحانات الجامعية القضايا القضائية أمور يعني تقريبا حليف لإلك في كل اللي إحنا ذكرناه أهم شيء أنك تكون مستعد برضو وما تعتمد على الحضود لأنه البيت التاسع خالي من الكواكب أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر موجود فيه فالفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في الدفع بمصالحه بشكل جيد وممكن برضو أنك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وتعززوا أمور إلها علاقة بالسمعة أما بالنسبة لبيتك 11 صحيح هو مش حليف بيت الأصدقاء ولكن بالفترة هاي لأنه إيجابي ممكن تلتقوا الأصدقاء أو يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تحلوا مسائل إلها علاقة بالأصدقاء يعني الأجواء ممكن للبعض تحمل نوع من أنواع سلبية على مستوى الأصدقاء مثلا أو خلاف أو نقاش ولكن إجمالا الأمور اليوم فيها إيجابية ممكن تلاقي دعم من بعض الأصدقاء يدعموك أو يدعموا تصوراتك أما بالنسبة لبيتك 12 فما في أي مشاكل بالعكس عندك قدرة لإنجاز أعمالك والمحافظة على صحتك ومتابعة صحة أحد الأحبة أو زيارة مريض أو حتى شخص ممكن بالسجن تطمئن عليه هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء